اشتركوا في القناة في دورته الثالثة حيث خطفت صورهم العفوية الأنزارة بمجرد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كان من أبرز صنائيات المشاهير في ختم مهرجان الجنى الفنان محمد هنيدي الذي أطل مع زوجته في ظهور نادر لها لتنهال التعليقات على صورهما سويا من محب الفنان القمودي الذين ساعدوا بظهورهما معا على السجال الحمراء كما خطف أيضا الفنان آسير يسين الأنزار بعفويته أمام كاميرات المصورين مع زوجته في المهرجان فحرص على أن ترتكت له صورا تلقائية بصحبة زوجته وحب حياته ومن النجمات التي حرصنا على الظهور مع أزواجهن كانت الفنانة لاراسكندر التي حضرت حفل ختم المهرجان بصحبة زوجها وكذلك الفنانة أيتن عمر التي لفتت الانتباه على السجادة الحمراء برومانسياتها مع زوجها المصور محمد عز العرب وأيضا استطاع لعب القرى الشهير حسام غالي أن يسرق الأطواء من نجوم الفن بفضل وسمته اللافتة وظهورها على السجادة الحمراء بصحبة زوجته ذات الجمال الناعم ولا يمكن أن لا تجهل خفة دم الفنان أحمد داول وزوجته عدى رجدي في مهرجان الجنى حيث استطاع إضافة بهجة على الأبواء بعفويتهما والآن إليكم أبرز صنائيات المشهير في ختام مهرجان الجنى لعام 2019 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة